يا آلة يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرارو الجسم منه مضرج في كربلا والرأس منه على القناة يدارو هذا البيت لأحد الشعراء أهل البيت عليهم السلام عندما دخل إلى المدينة ونعى الإمام الحسين عليه السلام بعد مقتله إجابرهم بالوزاري ما نوع لا الواردة اعرب معموليها ما نوع لا اعرب معموليها طلاب اليوم محاضرتنا هي لا النافية الداخل على الجملة الاسمية لا النافية الداخل على الجملة الاسمية تقسم إلى نوعان هي تفيدل نفي تقسم إلى نوعين النوع الأول تسمى لا النافية للجنس والثانية تسمى لا النافية المهملة نريد نعرف شنو لا نافية للجنس شنو لا مهملة شلون يشتغلين شنو شروطين كيف يكون اعراب معموليها بالبداية يعرفها يقول لا نافية للجز هي حرف نفي عامل طبعا هاي علي من تدخل تدخل على الجملة الاسمية مكونة من مبتدأ زائد شنو زائد خبر سواء كانت العاملة او المهملة حرف نفي عامل يعني شنو عامل يؤثر فيما بعده اعرابيا يؤثر فيما بعده اعرابيا خلاص التأثير المعنوي شنو تأثيرها يقول تنفي خبرها عن جنس اسمها لذلك تسمى لا نافية للجنس نهائيا تنفي الاسم الواقع بعدها التأثير العرابي شنو تأثيرها العرابي مو قلنا عاملة اذا لها تأثير العرابي شنو تأثيرها العرابي تعمل عمل ان احنا ماخذين ان تنصب الاول اسم لها وترفع الثاني خبرا لها لا نافية للجنس نفس عمل ان تنصب الاول اسم لها وترفع الثاني خبرا لها خلصنا من هاي تنصب الأول وترفع الثاني وينما ألقي لا موجودة على الجملة الإسمية داخلة على الجملة الإسمية أقول هاي لا نافية للجنس يقول لا يجب أن تكون هناك شروط لعمل لا نافية للجنس حتى أسميها لا نافية للجنس يجب أن تتكون عدة شروط من هذه الشروط أن يكون اسمها وخبرها شنوه نكرتين فلا تدخل على المعرفة إذا دخلت على المعرفة ستصبح مهملة تصبح شنو مهملة راح نأخذها بالمحاضرة القادمة إن شاء الله لو تلاحظ لا صادقة مكروه ما نوع لا الوالدة أولا دخلت على نكره هذا المبتدأ وهذا شنو الخبر دخلت على الجملة الإسمية مكونة من مبتدأ وخبر تنصب الأول إسم لها وترفع الثاني خبرا لها هذا التأثير العرابي التأثير المعنوي تنفي خبرها عن جنس اسمها نفت الكراهة عن أي صادق عن أي صادق نفت الكراهة بالتأكيد الصادق محبوب الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها إذا تقدم أصبحت مهملة لاحظ لا رجل موجود في الدار هذه لا علي من دخلت دخلت على رجل رجل اسم له فعل اسم ما دام اسم إذن هذه مكونة من مبتدأ وخبر دخلت على الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر تعمل له لا تعمل تعمل لاستفائها الشروط أولا دخلت على نكرتين والثاني تقدم اسمها على خبرها بهذه الحالة هذا راح تكون اسم لا وهذا راح يكون خبر لا واسمها منصوب باعتبارها تعمل عمل أن تنصب الأول اسم لها وترفع الثاني خبرا لها خلصنا منها موجود خبر مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهر على آخره تأثيرها العرابي نفت الوجود عن أي رجل في الدار لاحظ تنفي الخبر عن جنس اسمها لذلك نهائيا ولا رجل موجود في الدار قد يكون هناك أمرأة قد يكون أي شخص آخر لكن الرجال منعت من تواجدهم في الدار الحالة الثالثة أو الشرط الثالث اللا يفصل بينها وبين اسمها فاصل يعني شنو فاصل إما أن يكون شبه جملة جار ومجرور أو ظرف ومضاف إليه إذا فصل بين له واسمها أصبحت مهملة ويجب تكرارها لذلك راح نأخذها بمن بأنواع لا المهملة أو بشرح لا المهملة لاحظ لا طالبه في الصفي طبعا على الأغلب خبر لا نافية للجنس يكون محذوفا على الأغلب يكون خبر لا نافية للجنس محذوفا تقديره موجود تقديره لا طالبه موجود لو تلاحظ يكون خبرها محذوفا إذن هذه لا علي من دخلت دخلت على اسم هذا الاسم نكرة إذن هذه تسمى لا نافية للجنس شنو عملها؟ تعمل عمل أنه تنصب الأول اسم لها وترفع الثاني خبرا لها طلاب هذا الخبر وليس في التصفي هذا مو خبر هذا متعلق بالخبر يسمون خلصنا منها إذن هذا اسمها وهذا خبرها ما تأثيرها المعنوي نفت اتصاف الخبر أو نفت خبرها عن الطلاب يعني ولا طالب موجود في الصف لذلك تسمى لا نافية للجنس نفت جنس الطلاب من التواجد في الصف خلصنا منها يقول لك إذا تقدم أجار المجرور بين لا واسمها هل تعمل؟ لا تصبح هناك لا نافية مهم إليك إذا قلت لا في الصف طالبون ما لا تسمى تسمى مهملة إذا استوفت هذه الشروط إذن هذه لا نافية للجنس تعمل عمل أنه تنصب الأول اسم لها وترفع الثاني خبرا لها هذا النثلث شروط طبقهم لا نافية للجنس لو نلاحظ الآيات القرآنية والأبيات الشعرية التي وردت على لا نافية للجنس طبعا لا نافية للجنس دائما تجي بالوزاري دائما تجي لا نافية للجنس ويعرف معموليها قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم يقول لك وردت لا في الآية القرآنية ما نوعها أو ما نوعها اعرب ما بعدها هذه لا علي من دخلت؟ دخلت على كلمة غالب غالب اسم له فعل؟ غالب من اسم فعل؟ من الفعل غالب؟ غالب إذن هذا اسم هذا نكره لو معرفه نكره ما دام دخلت على النكره إذن هذه تسمى لا نافية للجنس أين الخبر؟ تقديره موجود كأن على الأغلب يحذف خبر لا نافية للجنس ويقدر به موجود أو مستقر هاي اسم لا اسم لا يرفع ينصب اسم لا منصوب وعلامة نصبه هنا مبني على الفتح في محال نصب ورح نجيب حالات اسم لا نافية للجنس السبب لأنه أولا دخلت على اسم وخبر نكرتين ثانيا تقدم الاسم على الخبر ثالثا لم يفصل بين لا واسمها فاصل سواء كان جار ومجرور أو ظرف ومضاف إليه كذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين هذه لا علي من دخلت على إكراه اسم فعل حرف اسم نكره لو معرفه نكره ما دام دخلت على النكره إذن هذه لا نافية للجنس استوفت الشروط الشرط الأول أنها دخلت على اسم نكره وخبر كذلك نكر تقديره موجود لاحظ ولم يفصل بينها وبين اسمها فاصل إذن هذه لا نافية للجنس نفت وجود الإكراه في الدين نفت وجود الإكراه في الدين إذن اسم لا مبني على الفتح في محال نصب نصب باعتبار أن تنصب الأول اسم لها وترفع الثاني خبرا لها كذلك قوله تعالى لا جدالة في الحجم هذه لا علي من دخلت على كلمة جدال جدال اسم أم فعل أم حرف اسم نكره أنا ما عرفه نكره إذن دخلت على اسم نكره وخبر نكره تقديره موجود هذا إذن هذه تعمل لو ما تعمل ولم يفصل بينها وبين اسمها فاصل إذن هذه حاملة تنصب الأول اسم لها وترفع الثاني خبرا لها هنا نبني في محال نصب راح ناخذ بإعراب اسم لا النافية للجنس كذلك كذلك الكتاب لا ريبة فيه هذه لا علي من دخلت ريب ريب يقصد به الشكل لحظ نكره أم معرفه نكره لا ريبة موجود على الأغلب يحذف خبر لا النافية للجنس ويقدر به كلمات موجود إذن هنا دخلت على نكرتين ولم يفصل بينها بفاصل وتقدم اسمها وعلى خبرها فتعمل عمل إنه تنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها كذلك قوله تعالى لا عاصمة اليوم من أمر الله لا عاصمة لا إله إلا الله لا إله هنا نفت وجود أي إله إلا الله تقدير الكلام لا إله موجود لذلك تنفي الخبر عن جنس اسمها نفت وجود أي إله إلا الله سبحانه وتعالى هنا البيت الشعري شاهدنا يقول يا آلة يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدراره لاحظ هذه لا علي من دخلت على مقامه مقامه اسم فعيل حروف اسم نكره ما عرفه نكره هل فصل بينها وبين اسمها فاصل لا إذن هذه تسمى لا نافية للجنس ليس سموها لا نافية للجنس تنفي جنس اسمها نهائيا نهائيا نفع المقام في المدينة المنوضة تقدير الكلام موجود لا مقامه موجود لكم على الأغلب يحدث خبر لا نافية للجنس أعرف ما بعدها نقول اسم لا نافية مبني في محلي نصب باعتبار أن لا تنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها هذا الاسم وهذا الخبر أرى عهدها كالورد ليس بدائما ولا خير في من لا يدوم له عهده يعني بين بين لاحظ يقول لك وردت أداتا نفي دل عليهم ما مستخرجا المؤكد لاحظ أرى عهدها كالورد ليسه إذن هذه إحدى أدوات النفي فعل اسم حرف فعل يفيدل نفي أين المؤكد ضاء حرف الجر الزائد على خبرها النكر دائما اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليسه إذا تذكرون ليسه وإذا ناسينها بعد خب انتهت السالفة ولا خير في من لا يدوم له عهده هذه لا علي من دخلت خير اسم فعل حرف اسم نكره ومعرفه نكره هل فصل بينها وبين اسمها فاصل لا لا لم يفصل بينها وبين اسمها فاصل لا خير موجود وينك موجود هيش موجود لا إذن هنا لا خير موجود دخلت لا على الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر تنصب الأول اسم لها وترفع الثاني خبرا لها يابا ليش هنا نسميها لأنها في الجنس يقول لأنها دخلت على اسمين نكرتين بعد لم يفصل بينها وبين اسمها فاصل ولم يتقدم الخبر على الاسم إذن هذه لا نافية للجنس نفت وجود أي خير في من لا يدم له عهدف لذلك تسمى لا نافية للجنس يعني نفيها قطعي وأوكد من اللا الداخل على الفعل المظارع لا خير في ود مرئ متقلب إذا الريح مالة مالة حيث تميلوا لاحظ وردت لا ما نوعها لا خيره لاحظ علي من دخلت على كلمة خير خير اسم لو فعله حرف اسم نكره لو معرفه نكره هل فصل بين لا واسمها فاصل لم يفصل بينهما فاصل إذن هذه تسمى لا نافية للجنس والخبر تقديره موجود لا خير موجود نفت وجود الخير في ود مرئ متقلب طبعا المرئ المتقلب بيخير لو ما بيخير بعد التنب كيفكم إذا بيخير وإذا ما بيخير إذن اعرف ما بعدها تقول خير اسم لا نافية للجنس مبني في محلي نصب بعدين رح ناخذ قلنا إعرابات اسم لا نافية للجنس إما أن يكون مبني أو أن يكون معربا والخبر تقديره موجود مو تعرف لي في ود مرئ إنهاي خبر لا هذه شبه الجملة متعلقة بالخبر متعلق بالخبر الخبر محذوب تقديره موجود أو مستقر لا نافية للجنس بسيطة جدا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين ألا يتقدم خبرها على اسمها ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل تسمى لا نافية للجنس ليس سموها لا نافية للجنس؟ تنفي الاسم الواقع بعدها نائيا تنفي اتصاف خبرها بالاسم وبهذه الحالة تسمى لا نافية للجنس تعمل لو ما تعمل عاملة هي الوحيدة بأنواع لا العاملة الوحيدة من أنواع لا العاملة تعمل؟ تعمل عمل أن تنصب الأول اسم لها وترفع الثاني خبرا لها على الأغلب يكون خبر لا محذوفا تقديره موجود نشوفكم بالمحاضرة الجاية إن شاء الله نكمل بقية أنواع لا زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة المرجع الإلكتروني